يومان يفصلان عن الصمت الانتخابي وأسبوع عن الاقتراع محلية 2017 عرفت حملة انتخابية ووصفت بالهازلة خطابات زعماء الأحزاب السياسية كانت عبارة عن نسخة طبق الأصل للخطابات المعتادة في كل موعد انتخابي الكل يتغنى بحزبه ويدم الآخر وعود ووعود لكن القدرة على تغيير الواقع المعيش يبقى أهم سؤال يطرح الحملة الانتخابية وبقدر ما أثرت جدلا بخصوص خطابات زعماء الأحزاب السياسية بقدر ما أثرت السخرية في عالم الأنترنت الفيسبوك عرى بعض المترشحين وجعلهم محل أضحكة لدى المواطنين وبالخصوص الشباب مبالغة المترشحين بالدعاية إلى حدود غير معهودة يصنع الحدث بعضهم شبه نفسه بماندلة وآخرون اختاروا قارورة الماء لوضع الصور أحد المترشحين قال أنه أبو الفقراء والآخر يترجى المصويتين بشعار أصواتكم أجمل حاجة في حياتي الحملة الانتخابية في الجزائر تكاد تتحول من محطة لتوعية الناس وتحسيسهم بالعملية الانتخابية إلى محطة لكشف مستوى خطابات الأحزاب السياسية والمستوى السياسي للمترشحين